هنروح للكاراتيه وزا ما حضركم عارفين ان الكاراتيه في مصر لعبة اصبحت لعبة شعبية كل النجمات والنجوم بتوعنا سواء ابطال عالم او ابطال لومبيين اصبحوا معروفين بالاسم عندنا واحد وستين دولة هتشارك في بطولة البريمم ليج اللي هتتلعب في القاهرة اعلان مسؤول الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الضهراوي مشاركة واحد وستين دولة في بطولة الدولة العام للكاراتيه البريمم ليج واللي هتتلعب على صالة المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 27 والحد 29 يناير اللي احنا فيه تلات تيام 27-29 29 البطولة هتشارك فيها بقى اسم عدد اللاعبين كده ربعمية واحد وثلاثين لعب ولعبة هنا مصر لما بطولة هننظم بطولة بتلاقي كل جاي ما فيش حد بيعتذر لانهم عندهم ثقة كويسة جدا ان مصر زي ما تحددكم شايفين هول الاستاد والاستادات حاجة يعني عظم على العظمة وده عدد كبير من اللاعبة خصوصا طبعا ربعمية واحد وثلاثين ده عدد كبير ان دي دول يعني يعني البطولات دي بتتعامل كل فترة بدولة يعني هي بتبقى سلسلة فالنهاردة كله جاي عشان يعني يحصق مديليا او يعلي نفسه في الرانك فهتلاقي عشان كده جايلك ربعمية واحد وثلاثين لعيب من واحد وثلاثين دولة البطولة طبعا بتقعد لمصر بعد غياب سنة لان مصر تضافتها قبل كده في عشرين وواحد وعشرين زي ما قلت لحضراتكم ناكحة نجاح كبير جدا ومنتخباتنا او لعبتنا فازوا بخمس مديليات دهبية اما في عشرين وعشرين فصدفنا بطولة الدرجة الاولى اللي هي ايه سيرس يعني او السلسلة من فئة ايه استضفناها برضو في مصر في عشرين وعشرين نتمنى كل التوفيق اكيد لعبتنا في القراطية وزي ما قلت لحضراتكم هي لعبة خلاص بقت الناس كلها متابعاها ولعبة مش مكلفة ولعبة بتنمي شخصية اللاعب فاكيد لها موردين كتير واكيد لها جمهور كتير